أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع نهجهم بإحسان إلى يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله اللهم صلي على محمد وعلى آله محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وباركت على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد أخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم سنأخذ صورة المسد اليوم سنأخذ صورة المسد المسد سلي فيبر نعم هذا هو المسد يسمى بالعرب الخوس الخوس يعني المسد اليوم سنأخذ صورة المسد نحن نتحدث عن صورة المسد لصورة المسد وهي تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ما له وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة حطب في جيدها حبل من تبت يتحدث عن صورة المسد يتحدث عن صورة المسد في ترتيب يتحدث عن نزول آيات لا أتكلم عن نزول صورة كاملة تبت يتحدث عن صورة كاملة هذه الصورة هي الخامسة التي نزلت خامس صورة تنزل هي صورة لا استغفر الله مش خامس سادس سادس صورة تنزل سادس سلاسيزم تبت يتحدث عن صورة تبت يتحدث عن صورة العلق هي ماذا؟ الأولى نزولا سلا بريمير اقرأ باسم ربك الذي خلق ثانيا الصورة الثانية التي نزلت هي نون والقلم وما يصطرون صورة القلم لا صورة دي قليم هذه هي الصورة ماذا؟ الثانية سادس صورة نون والقلم وما يصطرون هل تبت يتحدث عن صورة الأولى التي نزلت ماذا؟ la première سورة تنزل هي صورة دي قرأ ثانيا دي سنزل نون والقلم نون والقلم وما يصطرون صورة القلم صورة دي قليم صورة دي قرأ باسم ربك وثالثة ثالثة سورة يَا أَيُّهَا الْمُزَمِّل صورة المزَمِّل المزَمِّل هي ثالثة والمداثر المداثر صورة المداثر سلا 4 5 هي صورة الفاتحة صورة الفاتحة هي ماذا؟ خامس صورة دي قرأ باسم ربك والسادسة هي صورة تبت يدا تبت يدا صورة دي قرأ باسم ربك تبت يدا نزلت بعد الفاتحة هل فهمتوا يا حدي؟ هل فهمتوا؟ إن شاء الله هل فهمتوا؟ هل فهمتوا؟ أَيُّهَا الْمُزَمِّل أَيُّهَا الْمُزَمِّل سيزم سورة دي قرأ باسم ربك هل هادا والي حيخوتي؟ نعم أبي LEHAB هو اسمه عبد العزة ابن عبد المطلب عبد العزة يعبد الله والعزة اسمه عبد العزة ابن عبد المطلب اللي سابقل عبد العزة لسرفيتير دا العزة والعزة صنم العزة سيهني دون ستاتيه هل فهمتوا؟ اسمه عبد العزة ابن عبد المطفل هذا هو سومي و سوميه بأبو لحب ما هو سوميه بأبو لحب لا قوز ممك فرقا؟ أبو لحب أبو لحب أبو لحب تلة يقولون أنه كان يوجد خانين ويقولون أنه كان ليس جميل هل كان جميل قد أخذي هل تعلمون؟ وإذا كان يتجل عيلا أي أنه يغفره هناك يوجد خانين يوجد خانين يقولون أنه يغفره يبدو خانين فقيل سمي أبي لهب لجماله لأنه من يتغلق أبي لهب أبو لهب وجهه يلمع فكله يشتعله نارا فإنفسه حيث يتصابه لكي تشتعله فسلمه بعب لهب هذا هذا سبب من أسباب التسم قال ماذا حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أوحي إليه قال الله ليريد إليه مساكل بروفيت ماذا فعل عندما أنظر الله عليه وأنظر عشيرتك الأقرب الفو أفزي وميامي أنغار تنقلام بروش لا تربي بروش يعني الإنسان الشيء يبدأ بعشيرته الكماس فار فهمت ما يأخذ الكماس فارسفان قال الله وأنظر عشيرتك الأقرب يجب أنظر يجب أنظر تنقلام تتربي كي بروش ماذا حدث خرج النبي صلى الله عليه وسلم في الصباح الباك لبروفيت محمد صلى الله عليه وسلم السورتي ما تنبني فهمتم يا أخي ومشى وركب في الصفة إلى منطق الصفة جبل وكان من الصفة يعني نرى مباشرة الكعبة أنظر الكعبة يجب 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 أنظر الكعبة أصول ذا من الط frühale يقوم ي بني يهاشم يبني كذبه يلعطوا وهم أخبروا يصبح أولى لا يراونا إلا جيه وحدا ينظروا وهم أكثر وقارة أعني أنه يصبح أكثر وهم أكثر وهم أكثر ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في بلينفر 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 أنه في بلينفر الكامل أقول أن هناك ينزل لنا من أجدًا ينزل لنا ساوتي ونزل لنا مأجدًا هذا ينزل لنا من حقيق هذه السبب هذا مهمت هذا مكتب مباشرة المصقر ينظل لنا وهم جدًا وهم جدًا وهم جدًا هذا كان مهمة جدًا تفهم سواء تفهم هل هو خلف؟ لا ينظر كذلك كذلك إذا كنت لمن في ألخص فيه التي نقرأت على صفحة ربما أسترد أو نرى ولكن هناكية أرغط في فهم ولكن لا ترد أراق وكذلك يردون كل شيء تجد أنه يظهرا شكرا للمشاهدة ويقولون الرابطة وبركاته لا نحبون عندما نادهم ما كانو يعرفون لماذا نادهم ils ne savent pas pourquoi tout le monde est venu d'habitude في العادة إنسان يركب في الجبل ويوناد النسو الصباح الصباح يعني هذا يفهم منه أن هناك أمرا مهم أن نفهم ذلك يوجد شيء جدا ويقول ليه و 청نال المقا ينجح من المقا يفعلون ذلك أمامنا إذا كان هناك في يلعنا يعني شخص راها العدو يأتي يحيح يرى ان يحيح أن ياتي يُفهم ذلك عندما يُفهم ذلك يُنزيه عندما يُفهم الى همية يجال على قطة يُفهم يُفهم الآن لذلك يأتي إلى ماذا يمكن إعادة من أن يمكن أن يكون حاولها في عادة الحياة لأن الأخبط جدا اwan تغيقب عليه هؤلاء رأية وُعِلَأَا الَّذِي لَميَسْتَطِعِ الْخُرُوجِ أَرْسَلَمَا نِيَسْتَمَي أنه لا يمكن أن يمكن أن heraus بصدر 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 لا يمكن أن يستر ويسبب وَلَيْا وَالَنَيَرَیَا الْخُرُوجِ يقول ل 생각을 أормدت به و food the body امتقد ثم يعوفته تقول لكم في ذلك المسطنة نقول لكم هل أنكم بأنينONG وب........... ترجمة نانسي قنقر ايضا يمكنك في المثالة انهي أيضا يقول هذا الناس هل تحقق الإلكم؟ لا تحقق لا تحقق إنه يجب أن تفكر هذه المشاهدة جدا لأنها كانت تتحقوها بما تتحقق من هذه المعارضة هل تحقق هذا؟ هذا يتحدث هادا هذا التموية مهمة هل انه تحدثت اذا اضعناك ماركة من هناك وليس شخص يتحدث أنت سألت أنت محاولة فهمت أنت لماذا نتحدث لأنك لم تكلمت أنت محاولة لم تكلمت لماذا نتحدث سألت محاولة ماذا يقولون؟ فقال لهم أنا رسول الله يعني بين يديا عذاب ومشهد vous comprenez celui qui m'obéit va aller au paradis celui qui m'est désobéit va aller à l'anfer ثم ما ذا قال قال يا بني عبد المطلب ô fils de عبد المطلب بني عبد المطلب هؤلاء هم أعمامو بني عبد المطلب أعمامو ce sont ses oncles يا بني عبد المطلب ل routing لكم من الله حتى تقولوا لا إله إل니까 je ne pourrai rien faire pour vous le déla si vous ne dites pas 我 ne peux pas intervenir à votre faveur si vous ne dites pas ода يا بني هاشم ô fils de هاشم ل remembering من الله حتى تقولوا لا إله je ne pourrai rien faire pour vous le déla si vous ne dites pas minасть لا إله إله يا بني عبد المناخ أي شخصنا ولد عبد المناخ لا 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 أعلني حتى لا 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 тبع les مرات لا لا يوجد نبوتهم في الإسلام الآن نمس أن نحسوبهم في الإسلام نحسوبهم ليس لنا نحن هنا نحسن لنا نبوتهم كل نفصل كل من المساوم بحراء و المساومة ما يحب الهولب نضاります لكن لها قال يا فاتمة بن محمد فاتمة هذا هو يتنوني ساليني مين مالي ماشيتي سيتياتي المساومة يتنون ويجدي لنسي يجب في الأمول ويجب أن يكون على الأمول سنتجي أسنع أنت تطيع أنت تتزل في دوني في دوني أشبت أنت سليني مران فاطمة أو فاطمة صفي سليني مراني ماشتين دانسي بامون سي جديد من جاندي مواق تكتبه لا سنكتبه سيديه نريد كل ما تريده سيديه كانت هذه a فاتحة من يقول من يوم كل ما تريده من قد تريدك ما تريده قد تريد كل ما تريده كل ما تريده لكن بعد ذلك ما قال لا أغني عنك من الله لدينا لا لا سيستم لك بطريقة الإش freeze على وضع الله لك كل الناس كل الناس هذا هو الإسلام هذا هو الإسلام ما قال بنياشم و بني عبد المناف و كذا و لكن فاطمة أنت بنتي تعاليهم il n'a pas dit à بنياشم je ne pourrais rien faire pour vous بني عبد المناف je ne pourrais rien faire pour vous tout je ne peux pas mais فاطمة c'est ma fille elle vient à côté de moi donc قال allah c'est vrai ni le mairie il est de mieux il est de mieux اعطاه أن تحبت في طريقة سارة هنا ولكن لا يوجد على اليوم الإنسان لا يوجد رؤية الأن لا يمكنني تفعله لك حتى تكون لك ما تحبت تقول لك أنتظر سمير الناس لأنا لأنا النابي صلى الله عليه وسلم يجعلنا يجعله الآن انه يجعله انتهى الله ما حدث ما حدثه ربما يحبه ابو العب إذا كالتبه عزة بن عبد المطالب ترتكت بيها operate حينة محمد كلمتك 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 للكتلقى مجال يتغبى ذلك أنه يدفع التونسف إنه موسيقى للفشق حينة أنك لا يريدنا كلمتك كلمتك لنحن لفشق تأكريه تنزار يونيسي فرصة لأجل هذا لأجل ذلك الجماعتم اسمع قال له ماذا تبا لك سائر اليوم تبا لك تبا لك التب والتباب هو الخسران يعني تبا لك سائر اليوم يعني باقي اليوم لرسط دالا جورنه تبا لك تبا لك لك الخسران الخسران لأpert تيورا لأpert لرسط دالا جورنه يدعو لألخسران أنت تدعو الناس لله يعني يدعو لألخسران باقي اليوم تبا لك تبا لك تبا لك سائر في اللغة العربية معناها باقي تفهمتم باقي سائر سنفا باتو بعض الناس يظن لفظوا سائر الناس يقول جميع الناس لا ليس جميع سائر في اللغة العربية ليس جميع سائر بمعنى ماذا بعض إلى ذي ما لير أكوا ليرست دال جورني لماذا لفظوا سائر لمعنى باقي قالوا النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقتصر غسل الجنب كانت الفي اللافج للجنب بياننا لكم يتوضع يقصر مكان الازا يلاف لاو سيسال ويتوضع وضوء اهل الصلاة يفعل وضوء إلا الرجلين إما ان يفعلها ويؤخيرها سوف les pieds يفعلوا دريقتما يفعلوا بعدما ينتهي après avoir fini أفاد على سائر جسدي سائر ليرست دي سنكور فالي أغزالي قطيلا الاماكين اللتي غسالها في الأول حتى عندما نصب لما إزالام نعود إليها مرتان جسد دي سائر جسدي سائر جسدي هل أفهمت بك؟ يعني أعطيه للمشابه لن تصبح أكبر العودة للحديث لنظر لنظر هل أفهمت بك؟ هل أفهمت بك؟ هل أفهمت بك؟ أين هو أبو لهب؟ أبو لهب؟ أبو لهب يكون شساب عمان أبي صلى الله عليه وسلم لأسفل Granada أماكن من أبنا أبدا المطلوب سلاحة أبدا المطلوب أبدا المطلوب كان بمكر مسام الغضب واسار نبي سألقين سابق إنه ستجم الف لأن وشر من معه أجرى أجراء أحد أستنسى الله كان عنده عشر من الابناء يلعب 10 منهم عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم كان الاسغر الپر ديب ربيع صلى الله عليه وسلم يلعب الى اللي بلي بلي هل فنتم يا ربي يلعب الى اللي بلي جن ديس هاولا الاشار من الابناء عبد المطالب ديس منهم ستا ماتوا في الجاهليا قبل الاسلام فنتم ف Science ف نعم ف هناك دFC فقط كان الاسلام فمس گل في الجاهله ف لا تدًب فمس س loving ليسخ كما م عم بارميلة سيس يصندي سيدة أفل الإسلام بين ستة من عبد المطلب عنده عشرة أبناء ستة ماتوا في الجاهلية من بين ستة قبل الإسلام من بين هؤلاء الستة فيه عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الله سفرستيكم 4 بقية 4 الاربع منهم العباس بن عبد المطلب الارباس بن عبد المطلب حمزة بن عبد المطلب أبو طالب والد علي أبو طالب بن عبد المطلب وأبو الآزة بن عبد المطلب وأبو لها حمزة بن عبد المطلب الارباس بن عبد المطلب أبو طالب بن عبد المطلب و... أبو لحب أبو لحب أبو لحب أبو لحب هؤلاء الأربعة إثنان منهم آمنوا وإثنان ماتوا كفر يوجد منهم يوجد منهم يوجد منهم يوجد منهم كافر كافر أبو لحب أبو لحب الذين أسلموا هم حمزة رضي الله عنه تعرفون قتلا في أحد حمزة كانت تم بمارتير أحد وفهم العباس لنقل دي محمد صلى الله عليه وسلم العباس هو أكبر من النبي صلى الله عليه وسلم بسانتيني فقط العباس أبو لحب أبو لحب أبو لحب أبو لحب فسو إلى يوم فسو إلى يوم قالوا لهم قالوا لهم أبو لحب أنت من النبي صلى الله عليه وسلم قالوا هو أكبر من النبي وانا أتقدموه سننة إليهم ميئًا يسأل له ميئًا فالأصب الربيب قال يستطيع أنه مبع غير ميئًا وليس أصبحت يقول هذا الربيب إذا كنت في المسجم educator يقول هذا الربيب هل يقول الغارة يقول المترجم الوصول المترجم الاباس وحمزة وثنان دو ماتو المترجم الابو طالب المترجم الابو لهاب هل تعرفون كل شيء؟ هل تعرفون؟ هل تعرفون الابو لهاب وابو طالب الابو طالب ماتا كفر هذا ابن الوالد علي رضي الله عنه المترجم الابو لهاب الابو لهاب ولكنه كفل النبي صلى الله عليه وسلم وحمه 25 سنة 25 سنة كفر فا بعد النبي صلى الله عليه وسلم أخذ علي الابو طالب المترجم الابو صلى الله عليه وسلم هل تعرفون؟ المترجم الابو لهابه المترجم الابو طالب المترجم الابو طالب كفر 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 المترجم الابو طالب قليل الأبو ترجم الابو طالب الأخير الأخير أيام الأخير ساعة من أجل وكان لنبي موجود وابو جهل أيضا موجود أبو جهل أبو جهل إذا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أيها يا أبو يا أبو أول تقول المات وصفت لك أن أسألها يا أبو أول أن تتخلق يجب أن أبو أول تقول المات أقول المات أولا إنه يجب أن أقول يا أبو سألت الخاص بالخطاء سألت الخطاء بالخطاء سألت السبب سألت تعلم يقول لقد ضبت النابي سألتت ولم تكلمتك عن رجال وعليك تلك المنزل فاردده النبي يومارات الأخرى صلى الله عليه وسلم قال له يا أمي قل لا إله إلا الله كلامتا أحاد جلك بها حمد الله يوم القيام تقول او أمي تقول لا إله إلا الله أمي أن أمي يمكن أن أصلك تحديثه كالتعالده قال له أبو جهالي أبا طالب تتخشى الموت والتترقدي نعباكك تتخشى الموت والتعالج لتسرق للاسيسسات اشترك ليس تشيطم سلسارة مرات وزيادة في النهاية قال ابو طالب ابو طالب قال أنا على ديني أباكك قلت قال انا لا أتتتقل للمسالس ألساء فماك 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 قال لهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن أغفرأك وضع ما أرخب فيك قال يقول إنها لم يجب سأله لك فرمي برحقه لتحرقه تبعت لك لأن هذا غير من فوق أنت تحرقه قال الله النبي صلى الله عليه وسلم أنك لا تحدي من أحبب في هذا النبي challenge لا يمكنك تساعده لك صلى الله عليه وسلم يقول لديه ماذا يحبب سيكون ذلك لكن يحدث نبي صلى الله عليه وسلم فلوح فعل شيء يحبب فلوح فقط عندما كان يقول له يهام يقول لإله إلا الله عندما كان يقول لك يقول لك أن يقول لإله إلا الله يقولون أنه يقول له يقولون أنه يشعره كان يشعره عندما تتطرق ويصرفه بعدده يسجعها مبادئ يسجعها كبيرة فهره يسجعها كبيرة بعدد تجادها بها حتى تetrق إيقافه في الحياة عليهم إلى أن يسجعهم هذا يقول أنه لم يتاكد 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 أنه يتاكد إذاكد أنه يتاكد 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 سيكون قد يتاكد هل تفعلت كله يا فحي؟ هل تفعلت كله؟ يقول لك في الحديث في المسلمين و في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أبا طالب هو أخفه أهل الناري عذاب هو الأولى المسلمين هل يتاكد جيدا؟ هل هل أم qué سيكون؟ هل يتاكد أم أنت أرهب؟ هل أم أنت أرهب؟ في المسلمين قال اجادة الشريف مفتان إنه المسلمين ومحمد صلى الله عليه وسلم إذن توشي أبا طالب لكوته كلمة دي محمد صلى الله عليه وسلم أتوشي لم تعزب بالنار فهمتوا يا خوتي الأماكن التي مسحها النبي صلى الله عليه وسلم بيده لم تعزب لم تكن بني بارزا فهو فوق في النار ولكن فوق وأخفف الناس يسألك يقول لك من هو الكافر خففر Superman هو كفر العزب في جهنم هو خود وهو أبوتان التي حuterست؟ و هو الذي تقنيه في جهنم يressive كم فهو يسألك الحالة عليه الحالة 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 قاياة كتبها الم strangall لماذا أقرأتك؟ البعض يطلبه النبي صلى الله عليه وسلم يطلبه ابو طالب والتي هناك للت منتعي والت تتدفع والت نعمل ماذا تقرأتك؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه كان في درك درك الأسفل من الله كان يمتعي بابا 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 في جهنم قال يقول يقول من أجل الشفاء هذا يكون حالياeng تصدر في ضع الأرض شفر لايوجو جاءت طبع هذا إن صحيح تقريبا أنه لا يمكنها يقضر الله س thinkers لا يمكن العائل من شخص أو نجو أنهاء أو قاله لا يمكنها يقضر الله سبحانه ولكن ماذا حدث؟ قال أبو طالب في ضحضاح من النار هذا في الحديث يقول أبو طالب في ضحضاح من النار ما معنى الضحضاح؟ الضحضاح في الأصل هو الماء الذي يصل إلى كعبين قابين ماذا حطب أبو طالب في ضحضاح؟ لا تدقى الأنسان هل تفهمت؟ أبو طالب التعبير الذي يجعله أبو طالب لا تتعب فيها لماذا؟ لأن هذا هو المكان الذي لم يسحوا النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو المثال الذي لم يسحوا النبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله وسلم قال عن أبو طالب يعني أبو طالب هل تفهمون؟ ؟ لأن الدين لم يسحوا النبي صلى الله عليه وسلم هل تفهمت؟ هل تفهمت؟ ثم قلت في بعض الحديث انه على جمرة تأتي سهل سنسر يضيفها يضيفها الم?' قال نبي صلى الله عليه وسلم أنه تبط على شكله حتى يغلي دماغه على أقل الهل الناري عذاب سهل سهل السهل المنسل الهل السهل هنا بزيفها الشبه عن هذه وشأن يفور اسم هو يشعر اللقاء هذا أقل عذاب يوم القيام الخفيف. أقف عذاب يوضع جمرة على رجلك فيغلي مخك. إذن هذا أبو الطالب يعني خفف عنه. أما أبو نأتي لمن؟ نأتي لأبي لهب. تبت يدا أبو لهب. عندما نأتي لأبي لهب البخاري ذكر شيئا عن أبي لهب ولكن هذا الشيء ليس حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. البخاري ذكر شيئا عن أبي لهب ولكن هذا الشيء ليس حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. البخاري ذكر شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورواه مرسل. مرسل وهو المرسل كما يقول علماء المصطلح ومرسل منه الصحابي ومرسل منه الصحابي سقط وقل غريب ما روى راو فقط. يعني المرسل لدى علماء الحديث لا يحتج به لا يفيد الحجة. ورحب هذا القول مرسل. يعني ذكر البخاري. البخاري أربع لي. يعني أن العباس ابن عبد المطلب هو أخوه أبي لهب. أخوه أبي لهب. العباس ابن عبد المطلب أخ أبي لهب. العباس أخوه أبي لهب. Il a dit جي في أبي لهب في النوم. يعني رأيته في المنام. جي لها في الرئيس. هل تعلمت بها؟ هذا هو ماذا؟ هذا هو ماذا؟ البخاري كانت ترتكب ببخاري لكنها ليست صحيحة المصرحة ليست صحيحة المصرحة ليست صحيحة صحيحة إنها قد يشترك إنها قد يشترك انتظر في منام أبا لها فقدت له كيف أنت كيف حالك؟ فقدت له أنه يسألني أنني على شرحة أنا في مواوز مواوز وقال له إلا أنه يخفف عن العذاب كل يوم إذنين فقدت أنه يسألني أنه يسألني كل يوم كيف هذا؟ قال من أصبعه أصبع الإبهام قال أصبع هذا الإبهام قال يعني يمص منها قليل من الماء كل يوم إذنين كل يوم إذنين مكبرني قال لماذا؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما ولد يوم إذنين لتيني لليندي وجاءته إمرأة كانت خادم له اسمها ثويبة السابيل ثويبة جاءت وبشرته بأن النبي قد ولد فهو أعتقها في سبيل الله إلا إلا لبيري في سبيل الله لسكي لا إيلا نوفيل ديلا نسانتي الطريق معمو صلى الله عليه وسلم فقال الأجل ذلك يخفف عني العذاب ولكن هذا ليس بحديث للنبي صلى الله عليه وسلم ليس بحديث والمسألة الثانية مرسل والمرسل لا يحتاج به مرسل هذا يعني للمرسل والمرسل هو ومرسل منه الصحابيه سقط وقل قريب ما روى راوي فقط يعني ليس فيه صحابي ليس بحديث ليس بحديث يعني سقط مرسل المسألة الثالثة هيا رويا مناميا تَبَّتْ يَدَا أَبِيْ لَهَبٍ وَتَبْ تَبْ 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 نَهَبْ تَبْ هَبْ تَبْ ليس بِالْعِبَ البطنية بعضهم من يقولون تابت يدا أبي اللهب يقولون كما يقولون بطرق بطرق عندما يقولون يقولون أمين ولكن يقولون يا اللهب يقولون هذا يقولون يقولون تابت يدا حبيلا تابتي تابتثي نفسك مع المساوزين و دعا يtitون والدعاء يخبرونه لكن يقولون الأولاد يتبع إنه دعاء وهو دعاء ضده والثاني تثبيت خبره يخبرك أنه الدعاء هذا قبل خسر أبو اللهب تبت يدا أبي لهب و قيل يا إخوة العلماء في اللغة العربية قالوا الفعل تبع لهو خسير يقولون يقولون تبع 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 يعطي نفس المعن نفس المعن نفس المعن تبع 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 هي حل لو قلنا تب هو و ضدت أيضا هو يعني الحروف حتى لو قلبتها يعطيك نفس المعن أنصر كلي هل لا تبع من ناحية اللغة سفدير الله سبحانه وتعالى استخدم نفع شوف مثلا سيدنا يوسف يقول يا أبتي إني رأيته ماذا رأى كم كوكب احسب كلمة 11 تجدها 11 حتى الكلمة 11 يعني حتى الحروف توافق الرؤية يعني وهو رأى 11 كوكبا والكلمة التي استخدمها ورأى 11, 2007 تجدها 11 حرف اللقاء هناك وطبع للصف وطبع يعني كما تجدها عمد أفضل وقف الوحمة الله الذي يستخدمها أنت بسرق عندما نقول أن يكونوا سوف ترين سوف يأرجى أن يكونوا سوف يخدمه يكونونسا سوف يشبه يعني أخذنا أن يكون سوف تدخل مع الله عندما نكون بسرق مع الله لا نهلك الذي هو في صلة مع الله لا لا يهلك هل فهمت ما يقولي إذن هنا يعني تبت يدا أبي لهب يعني يدا أبي لهب فهمت ما يقولي قيل اليد بعضهم قال المراد بعض المفسرين قال المراد بها نفس اليد لأنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم تبت تبت لك يقولي هل يقول الفهم تبت يدا أبي لهب هل تبت يدا أبي لهب خسرة يدا أبي لهب بعد ان قالوها كذا ثم بعدها قاللعة لم يكون الفهم تبت كله خسار رصه خسار أسنه خسار وانفوه كله يعني ذكر اليدين أولا ثم ذكر كل الجسم حتى لا يقال لا إن أبا لهب يعزب يداه وجسمه سالين هل فهمتني يا خوتي بعض المفسرين قال لك هكذا قال لك أولا أن الله سبحانه وتعالى يعني قال خسرت يدا أبي لهب حتى لا يفهم منها اليد فقط يأتي واحد يأخذ الكلام تيرا تير يقول لك اليد فقط كالو ديمي يقول لك الواقع سليم لا 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 يقول لك الواقع سليم لك الواقع سليم نقول لك لا لفظة وتبب هذا هو كله كله هذا أيضا معنى من المعنى بعد قال الذي أخذ الكلام تبب يداه قال ليس اليدين فقط إنما ذكر الجزء واراد الكل وهذا معروف في البلاغ في البلاغ معروف يعني ذكر الجزء واراد الكل يعني كان عندما يقول لك تبب يدا خسرت يدا أبي لهب هذا يعني لديمي دابي لهب سنبري هذا يعني لديمي هذا يعني لديمي وليماذا ذكر اليد؟ لأنها هي موضيع الكسب parce que c'est la main qui fait l'action نقول للإنسان هذا بما كسبت يداك كسبت يداك ça veut dire ce que tu as fait donc l'action vient de cela ça veut dire لديمي تبب يدا أبي لهب وطب وطب إما أن الأول دعا تبب يدا دعا عليه c'est دعا contre lui le reste c'est une information que le دعا est exaucée le دعا est confirmé أو لديمي كسبت يداك a précisé للمي parce que c'est la main qui a fait l'action تبب c'était pour l'aimer et après il a mené un autre تبب c'est pour tout أبو 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 فهو صحيح أنه هو ركوناس لعبادة عبدالعوزة لا يقولون أن عبادة عبدالعوزة يعني عبدالعوزة يجب أن يكون هناك عبدالعوزة يعني يقول لك يجب أن يكون هناك في موقف النافي هناك رأيتم اللات والعوزة ومانات الثالثة والأخرى ولكن هنا إذا دعاه عبدالعوزة يعني العبد هو لله لا نكون عبدالعوزة إلا لله نحن نغتب أن يكون حدثين فقط لك لكي لا يجب أن يضعفين كما نقول عبدالعوزة لذلك ما يفعله في القرآن عبدالعوزة أنه يقولون عندما يقول عبدالعوزة يعني عبدالعوزة المذيب الأعب أعرف المذيب الأعب؟ المذيب هو خلية عندما يزالج النار تشترين النار و يجب أن يكون هناك دوخان عندما يوجد حظة هناك دظارة إنه سيكون هناك لذلك لا يوجد الأصبع لكن هذه المشكلة لا يوجد الأصبع لذلك لا يوجد الأصبع تقول لذلك سوف يقول أنه يقول ليس سيكون هناك لذلك سيكون أبري يعني سيكون أبري يعني فلقرة يعني ما هذا؟ إنقرة كل شيء كوبي. فقال العلماء إن أبا لهب بعد نزول تبت يدا أبي لهب وتب انقطع من كل شيء. قيل كان مشهورا إلي تكوني فانقطع ذكره. يعني لجانب نسنترس بكو ألوي. يعني نزلت السورة فعندما نزلت وتب كالباري سفيني تتكوبي. ليس فقط بينه وبين الله. قيل حتى بينه وبين الناس لا يسمع به كثيرا. لم يكن مشهورا إلي فقال قد قطعنا نصبه من بن ححب. يعني لعنقا نصبه من البني ححب. فقال بالنسب من نصب هل أفضل مننحب. فقال يمتعون من نصب間 الناس. فقال بالنسبة إلى المسيح. فقال بالنسبة لنصب التب tenemos. أنه مجددا للعلماء. comme الآن بي للم أن نصب أبي لهم و ووانه إلى بني ححب. هل تعرفون ماذا؟ عندما قطع حسير النبي صلى الله عليه وسلم وبنه حشم في الشعب vous savez الموما ils ont mis les prophètes الموما il était encirculé en quarantaine ils les ont encirculé quelque part كلهم دخلوا معهم مسلمهم les musulmans et non musulmans de Bani Hachim ils ont tous été solidaires avec le prophète Mohamed une seule personne قال je ne suis pas de Bani Hachim c'est fini c'était qui ? c'était Abou Lahab et il n'y a pas 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 et il a annoncé qu'il n'y a pas de Bani Hachim ça veut dire qu'il a couper la relation entre lui et Bani Hachim il n'y a pas tout il n'y a pas et il n'y a pas de Bani Hachim il n'y a pas il n'y a pas سيئة الغواء من هارب سيئة كانت سيئة كانت افتاره سيئة تزاوه يومنى إمراه ما كانتها عقابير سيئة ترحبكم ؟ انتقامتها جمعينه وانه أسانه وانه خارج قالت أنت معه إمرأته حمالة الحقب. إسافام. تيبورت لبوع. شوف إذا نظرت القرآن. عندما نقرأ القرآن. نجد بعض المرات نقول إمرأته وبعض المرات زوجه. ما هو الفرق بين الزوجة والمرأة؟ عندما يقول هذه إمرأتي وهذه زوجتي. لا دفرنسي. فهمتنا يا خود؟ هل فهمنا؟ القرآن عندما يستخدم إمرأته ويستخدم زوجه ليس سواء. سيبال عم يمشوز. الفانتو. في آدم. قال يا آدم أسكن أنت وزوجك يعني في اللغة العربية نستطيع أن نقول للمرأة نستطيع أن أقول هذه زوجتي وأستطيع أن أقول هذه زوجي. وزوجتي أفصح من زوجتي. لماذا؟ لأن القرآن يقول يا آدم أسكن أنت وقال هناك وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا وقامت إمرأة واحدة دكتورة في مصر يوم من الأيام قالت المفسرون فهموا الآية خطأ وقالوا إن حواء خلقت من ضلع آدم. لا آدم خلق من ضلع حيواء. قالت هكذا قالت هي اكتشفت هذا في القرآن وهذا خطأ من المفسرين. قالوا لها لماذا قالت خلق منها زوجها يعني منها من حواء زوجها آدم. قالت هكذا يا أخوتي. قالت هكذا يا أخوتي. إذن القرآن عندما يتكلم عن زوجك ويتكلم عن إمرأة ليس واحد. سيبا من المشروع. عندما يتحدث عن الزوج يا آدم أسكن أنت ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم ماذا؟ أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم ماذا؟ مودة ورحمة. يعني عندما يستخدم لفظ الزوج في القرآن معناه بينك وبينها حب ومودة ورحمة. يعني كثير من الناس موجودين ما يقول زوج يقول امرأة تجد الواحد سنتين لا يتكلم مع زوجتي. يبا السلام عليكم ويقول لك هذه زوجتي لا تقول هذه امرأة. لأن القرآن عندما ذكر التنافر بين الزوجين ذكر لفظ امرأة ولم يذكر لفظ الزوج شوفونا. وضرب مثلا للذين آمنوا امرأة ماذا؟ قال امرأة نوح لأنها لا تقاسم نفس الشيء مع نوح. فأنتم موضوع هي كانت كافرة وهو ماذا؟ مؤمن قال امرأة نوح وامرأة نوت ايضا. فأنتم وهناك ضرب روزة للذين ماذا؟ آمنوا ماذا؟ امرأة فرعون. فأنتم تتحدث عن الزوجة فهونا يذكر لك أن هذه المرأة هي زوجة أبي لهب سلافامد أبي لهب مع الريالتية بادي جران انتميتيه امور انتريه. فهمتم يا خوتي؟ قد يكون زواج مصلحة انتريه ونطوريتي أشياء معينة ولكن هذا واحد. ثم قال امرأته لأن يوم القيامة كل واحد يصير عدوا للثاني. فهمتم؟ إما العداوة تكون هنا عدم الوفاق ويوم القيامة تكون هناك. لذلك ما قال وزوجته حمالة الحطب إنما قال وامرأته حمالة الحطب. هل فهمتم يا خوتي؟ تبت يدا أبي لهب مع تب ما أغنى عنه ماله وما كسب. ما أغنى عنه ماذا؟ ماله وما كسب. إلا دي صفورتين نلوي سيرا ريين ني سكيلا اكي. هل فهمت ماذا؟ ماذا أغنى عنه ماله وما كسب. الفي الأسخاء من هبدا على عدول أنه ماله مال. فهمت ماذاد فيه تبعه فهمت ماذا أغنى عنه الأسخاء. فهمت ماذا يصدقون من سكركرون سماله وما كسب. فهمت ماذا أغنى عنه مال. سوف يصل لك. فهمتين كسب، فهمتين سيكونوا أغنى عنه لكي أغنى عنه. فهمتين؟ ابناء وا هم عطبة يعني كان عنده كم كان عنده ستة فهمتون كان عنده ستة من الوائل إلا إلايه سيزن فان تروا غرصون و تروا فيه الأولاد عنده عطبة عطبة أين ستة فالعطبة الثاني عطيبة فيه عطبة وفيه ماذا؟ عطيبة وفيه معتب يوجد عطبة وعطيبة وماذا؟ معتب وفيه دورة وخالدة وعزة يوجد عطبة وخالدة وعزة يوجد عطبة وخالدة وعزة فهمتون؟ واحد مات كافر عطيبة هذا عطيبة ماذا؟ عطيبة مات؟ لأن أبناء أبي لها بسنين عطبة وعطيبة كانوا متذوجين ببنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم عطبة وعطيبة يوجد عطبة 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 كان هذا امتردت انتظروا تزاواجوا قالوا ولم يدخلوا بهم هذا يعني أنهم لا يدخلوا بهم ولم يدخلوا بهم ولم يدخلوا بهم عندما نزلت تببت يدعا أبي لهاب وطببت غضبت أبو لهاب وغضبت فجاءوا لهاب وقالوا لهم إذنم تطلقوا بنتي محمد أطلقوا بنتي محمد أنت معلي لاحرم كانوا فررق وهم ضرقوا بهم أمتروا بهم ابقى أعطلوا بما اجرائيه أطلقوا بيطة صلبي الله تبعو ولي شكرا اضحوا بهم ولم يدخلوا بهم ولم يدخلوا بهم يدخلوا بواني عندما يشترفون عندما يدخلوا بهم إنه سيسير ربما يكون معفقه يسرح جزيلا قاله سيقب قاله يقول لك وليس ليس في ويقاله يقول لك لا 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 يسرح جزيلا يمكنك أن يقول و يقول أبو لحب يزيلا بي أبو لحب يمتلكم المزيدة لكن المزيدة لم يردون دي. انظروا الصورة التي قرأناها ولا لصورتكنا لي. قل اعوذ برب الناس. قل يا لما قل. قل اعوذ برب الفلاة. قل هو الله احد. قل يا ايوه الكافرون. في تبت يدا لم يقل له قل تبت يدا بلا. قل. لماذا اختيار بالأم. سيجاهده. سيجاهده من سيجاه وكتابل اختيار تصوحي. يجب المستثمرون. صحة بالأمه ، طلب اب هاروا ، اختيار ، يقول يقول ابو الى الله ، يقول العادي ، يقول المفادي ، يقول ما سيجاهده سيحة سيجاهد ، له سيجاهد وكتابل . ما يرين سيجاهد ، وأعوذ بسبب ، Par respect Il n'a jamais répondu C'est pour cela Dans cette sourat Allah l'a mis à côté Il a dit Il faut aller à côté C'est comme ton père Si tu agis mal avec lui C'est pas bon Il l'a mis à côté C'est moi qui réponds Pour le rive Avec le rive Pour le rive Oui Pour lui Tu peux dire Tu peux leur dire الآن يمكن أن يكون المسيحة تحديثت على تلك المسيحة وهو أكثر من أكثر من أكثر الذي تضعه مدينة أتفكرتني أكثر من أجل لا تفهمت لا تفهمت فأنت تقول في هذه المسيحة تحيط للمبيه جانبان هذا هو المسيح الذي تعلمنا نحن نحن نعلم نحن نعلم أنه يتكلم مصير على المسيح عندما يصبعون أكيد أهل أكيد في ذلك لم ينسل لكن ثم قد لا يصفى عن أبي لحب لا يصف التعليم أن يصفى أبي لحب أبي لحب يصفعون يقولون لي أني بإضافه يقولون لا يحبون أبي لحب يبس أكيد لي أنه سبقه لحب الأبي لحب اليه أبي أبيよ أعلم أعلم يسعر يجب أنه دعلا les gens disent que c'est son oncle il le connait plus que tout le monde et pas ça, c'est l' abused les prophètes disent dites la ila lalla lui il est derrière le prophète avec des cailloux jusqu'à ce qu'il a blessé le pied du prophète il ne l'a jamais répondu هذا il faut le respect le respect des oncles, le respect des gens il ne faut pas crier sur ton père, ni sa mère ni cela est-ce que vous comprenez ? وَلَكَنْ إِبْنُهُ انتهى كَقُهُمْ وَهُمْ يَسَعَ المعصيران انتهى كَهُمْ يُقع مباشاً اَبْتَهُمْ يَتْرُهُمْ تُعِرَى لك plentyanny ما قال النبي الصالة قَالَ اللَّهُمَّ صَلِّيْهِ كَالْبَن مِنْكِ لَبِكَ هل تحدثت؟ فهو يحب لزراجه قَالَ اللَّهُمَّ كِاللَّهِ تحضر لكي يوضي منكيين منكيين وفقه يحبب على المحن وقال بن سواره في المحن وانتظر الى المكان ويهوا إلى مكان وانتظر للمساء وعندما هناك جماعة يوجدون جمعه وقد اخبرت الوصف للمحمد يقفواها يقفواها يخفواها يجعلون أنه يلقيفه لقد أخمره خلالت المحامد ل الله خلاله يدع أنه يعتمون الله وليعت أنه يقوله لا تخاف نحن معك نح solar سألتسابك ماذا يفعل woods يجعلوني هلون مسل هم يعلونه لهم جيدون و محقا يقولهم جلوس وهو في الوصف حتى لو جاء شيء يحموه. فجأة هم جلوس هكذا خرج أسد. أين اليون كسورتي؟ قال لهم هذا دعاء محمد. خرج أسد. قال أسد يواجههم وهم وقوف فجاء الأسد وفرقهم جميعهم. كلهم يجروا يمين يتركهم. إن أصدروا بجأة لصفحة وحلي الغالي يصدروا بجأة بالوصف أو سيدة. لم يعدوا يحصلين، إن لم يقبوا يعدوا ذاكي لصفحة. يمكن لم يعتقد إستهى الى الشيخ. рьغة عن ما يقتل الأسد. قال هذا يقتل الأسد. هذا يرضى مرحة أيها الأسد كان هذا يمكنه أن أصدر عيديًا. فجأة أصدرون ورجالي قولنا أن يقولون أن تقبل بجأة رمحمد. إذا كانت أن ال lens uma laugh قالها هي حقيقي قال place أنه كان في العين قال إذن إذنyn إذن facilانع bombav覺得 سوف أريد أو أنجحنا فقد قال الشخص لقد أمان أمان ومن Armor فنفر إذن عال Kotolom مثل شخص و describedه لالحظير لقد راجل 京。 هذا يقول في النار انه سيكون قد تخبرينه فما ذالله تقول ما أغنى عنه مالوه سنة جنة نسير جدا وما كسبه يزاكي كم لسنة اشوف الأولاد في الدنيا واحد مات كافر إنكي مور كافر سارس كمين؟ 5 عام الفتح سنة فامنا من الحجرة عندما أفتح النبي صلى الله عليه وسلم عندما يتزال الوصول على المسلمين كل المسلمين كل المسلمين كل المسلمين كل المسلمين كل المسلمين نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الامبياء والمورسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع نهجهم بإحسان إلى يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ما بعد إخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله ما ذلنا في سورة تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ما له وما كسب نقفنا فيه ما أغنى عنه ما له وما كسب نحن نقفنا في سورة المساد المساد لإخواء الله يقول في سورة المساد الله يقول في السمين تبت يدا أبي لهب وتب من أغنى أن يكون لدينا بأب الله ومن أغنى أن يكون لدينا نقفنا عنه ما أغنى عنه ما له وما كسب عندما ننظر في السورة نجد الله سبحانه وتعالى قال يعني لا يغني عنه مال المال الذي جمعه أبو Lahab لأن أبو Lahab قال لو كان ما يقوله محمد صلى الله عليه وسلم حقيقة لَفْتَدَيْتُ مِنْ هُ يَوْمَ الْقِيَامَ بِمَالِ وَعِيَنِ وَأُوْلَا دِي سبحانه وتعالى أبو Lahab قال محمد صلى الله عليه وسلم قال سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى أجب أن رسمส NYU إعجب لنسان سبحانه وتعالى تعالى أس Part of سبحانه وتعالى السحكم سبحانه وتعالى لديه مكساب قال ما أغنعنه ماله ومكساب وفعله الصورة والذي أتوقع يتوقع ماله وكسابه وفعله بين المال والكساب وأيوه ما أهم وفعله الصورة وفعله ده أبو لحب وفعله وفعله صفورة المتركبة في المدعمة اگه ي mujeres المدعمة التي يحدث كيف خاص بمدعم، يعني ذكر شيئا قال لك ما أغنى عنه ماله لا يفيده ماله يوم القيامة وما كسب وما حصله بهذا المال كسب ما أغنى عنه ماله هذا المال الذي جمعه وكسب هذه الأشياء التي نجدها بالمال لبدأ من الهيات التي تحتاجها هذا اليوم في حصر الحديث في الهتماعي ينطلقون عن الأشياء مع المعنقر الأشياء النفش، المعنقرين، المصدرس، المصدران، هل خاصة شيئا في شيئا؟ يقولين عن الأشياء قالوا إِنَّ مُكْتَسَبَاتِ الْإِنسَانِ أَهَمُّ لَدَيْهِ مِمْ مَلِي ils ont dit les acquis que l'être humain trouve sont plus importants que l'argent كيف donc ça veut dire مَالُهُوَ مَا كَسَبْ ni sa fortune ni ce qu'il a acquis ne pourra pas les sauver le déla donc je vais vous expliquer la différence entre fortune et les acquis c'est-à-dire qu'il y a une différence entre le mal et le casque c'est-à-dire qu'un qui est riche multimillionnaire ou bien multimilliardaire c'est-à-dire qu'il y a des milliards ou des malayins quand on dit des millions je parle des millions des dollars millions d'éros ils ont des millions quand on trouve de l'argent par exemple après on cherche le pouvoir on cherche le pouvoir sur le mal donc les gens ont trouvé que le choix sur le mal est-à-dire que le choix est-à-dire que il y a des mal sur le mal sur le mal ça veut dire chercher le pouvoir est plus important que l'argent pourquoi ? parce qu'aujourd'hui pour être président de la république pour être maire pour être quoi ? tu fais des campagnes tu dépasses des millions non? tu fais pas de Réunion ou tu叫 le parlement la cible de national sur le parlement la cible �� à ne 20 فأنت تدفع الملايين للناس حتى تصل. إذن معنى ذلك أن حب السلطة هذا أهم عندك من المال. الناس يفضلون أن يدفعوا كل ما عندهم حتى يجدوا السلطة. إذن السلطة هي مكتسبات المال. ما كسب. هذا هو. يعني الشيء الذي أدفع مال فأحصل عليه. ما كسب. هل تعرفون مكتسبات المال؟ العزق من المال، يعني الشيء الذي أدفع مال. لذلك يمكنك أن تتعرفون بعض الناس وعندما يطلع بره أمام الناس يقول لهم الناس في الخارج يقولون لك فلان كريم عندما تسأل زوجته وتقول لك والله لم أرى هذا الكرم هذا بخير كل جي جي مان فابران أي الحكمين نأخذ حكم الزوجة حكم ماذا الزوجة لأن الإنسان يكون على حقيقته في بيته تارياليته سيأل الميزون سيأل الميزون سيأل الميزون سيأل الميزون لماذا لأنك قد تكون بثوب ما في البيت تأذيك نادي على ميزون تتبرمين بارتو ياريان أليس ولكن عندما يقول لك أخرج تلبس وتصلح تلحي لا تخرج بهذا الثوب حقيقة الإنسان في البيت لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم خيركم لأهليه و أنا خيركم لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك هل يمكن أن تقول لك؟ هل فهمتم يا قدي؟ المكتسبات أهم بعض المرات من المال سيكون تتعرف بعض المالجل ليش اللي يُعطي في الخارج ولا يُعطي في البيت celui يُعطي في البيت لكن يُعطي في البيت لا يُعطي في البيت لا يُعطي في البيت لكن عندما يُعطي في الخارج لماذا؟ لأنه يريد أن يُعطي في شيء وي PRESID昨 نملك هذا يريد أن يُعطي على الأعمال كيف يُعطي في البيت قدي لذلك ي kaloهم تحميلون يبد meaningless يُعطي عنده CSV طوازات الذي يُعطي فيدي كما يتلك الفئ What its important to your first time where is the purpose of your and the evil. Và هذا الشيء كان لديهم. Il cherche quelque chose. Pour lui c'est plus important que l'argent C'est quoi ? C'est les acquis les acquis de l'argent ما كسب Nakabeck في العقب Nakabeck في العقب Ils دعون العقب فهي الذي يتلك النهارة أو يطلقه مكان الممكن بعد سألون له طريقة لأنه يطلقه أو كان يطلق التعاريج أو تسمح الأمر لسألون لذلك أعلم من جديد عادة بالوصول أن يكون مقابل إنه يقفل لا يدعه centre ينعي في أبداً والغاية ولكن أركضل أبداً أبيعى وليس أريك لكنا أقول لذن نعيش لليس ينعي في الأبداق ولماذا ينعي في الأبداق؟ لا, لأن نحن نحن نعيش نعيش عن نعيش في الحماية في منزل سنحو الداعي أنك سيكون تبهر في العقبة سيكون تبهر في الخارج لكن خارج الشيح يقول لك كريم رغم المزيد من البلد ومن يروف ب density يوجد كريم يقبل يوجد هاتف يوجد مجانب وهذا هو مزيد يوجد الأحضر هناك الفيسي هناك وراني سيدة إما أن يكون دخلاه محدود ما يرغبه هو المحضر والنبي صلى الله عليه وسلم قال اليد العليا خير من اليد السوفل وبدأ بمن تعول وبدأ بمن تعول هذا يعني أنه يوجد الهجاب وليس يوجد الهجاب وليس يوجد الهجاب نعم 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 هيا نعم أن هذا يبدأ بمن تعلق لا يوجد الهجاب لكن كنت تلحسين من ما ي UTB وعلى قل شكل بمي وαν исторين region hi بعد تركيز على مراتك تقريب أن تخدمك إذا لم تقوم بالتعامل هذه الموضوعات الملائية في هذه العامة ، سيكون هناك حتى تركيز على مراتك سيكون قد تتطوير المراتك من الفيديو الأولى يتعدي سيكون هناك مالي فقط قليل يكفي لأهل البيت ويوصي على أهل ولكن في الخارج لأي شيء نقول له جيد يعني جزاك الله خير فعلت ومن أحيانك المعين بحيث يواصيح في الوسرى يمكن أن يسعتها dengan المعين ويقول له من السلام ويقول له بالإذن الثوره في سبيل الله يمكن أن يسعيلون فعرف الإذن كلا كلها ومن أصدقل لن أصدقل هناك شيء مجزاك إن شيء مجزاك يسعى هناك شيء مجزاك في الإصلاع وتعليقات أولا ما وقرقات إليه لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم يقول وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم أبو بكر صديق فسر الآية بأن هذا حق في المال دون الزكاد ce n'est pas الزكاد ici حق معلوم للسائل والمحروم يعني الذي يسأل وكذا هل يمكنك طعم الزكاد لأنه يمكنك طعم لإعادة يمكنك طعم لك هذا يمكنك الطحن حتى الآن أنه ليس لن أطرق لإعادة يجب أن يقول للمحروم ولكن نقول أيضا بأنه من حاجب هذا ما إذا كان في الجماعة ولا في كذرة وكان في حوتي يوطي هذا هو قبل هذا هو ما يسألون هل فهمتو ماذا؟ ولكن ابدأ بالأسرة يجب أن تتحدث عن لا تترك الأسرة جائعة وتأتي في الخارج والناس كما قلت لك في الغالب يفعلون هذا يترك الأسرة تعباء وفي الخارج يُعطون غالباً للمكتسبات هذا ما كسب دبيتب سيبور ديزاكي يلشر شكالك يلشر شكالك كلما احبون اللعبة تكان ليسوا مباشرة من الملكة il يجب أن كان الناس يجب أن يصل لهم يجب أن يكون لهم لهم يجب أن يام وبين يجب أن يكون لهم كبير يجب أن يكون لهم كبير كلما هو موكمت سيئل تتحدث عن وَأَوْلَهُمْ أَوْلَادُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ مَا كَسَبْ مَا أَقْضِهُمْ وَأَقْضِهُمْ مَا لَهُومُ يعني هذا المال LES BIEN LES BIEN NE SERVIR À RIEN لأو دي لله pour le sauver وَأَقْضِ اَقْضِهُمْ ça veut dire CES ENFANS هل فهب توم Photoshop عندما نأخذ الولاد النبي صلى الله عليه وسلم قال الولاد من قصبي والدي الولاد ماذا؟ ما قصب الولاد من قصبي والدي ça veut dire l'enfant est tenaki pour le le père قال الولاد اذا اخذ الولاد ما قصبه بغير ازنه لا يطبق علي حد السريق quand un père qui prend l'argent de son fils on ne l'applique pas le حد la punition des volers ou des vols on ne l'applique pas pourquoi ? parce que l'enfant et son argent c'est pour son père c'est pour le حديث il y a un حديث il y a un حديث un homme qui est venu qui s'est plaint il dit ah oui j'ai de l'argent mon père prend mon argent et tout et c'est plein de son père il dit il dit il dit il dit il dit il dit qu'il sera brilé dans un feu plein de flammes il va être brilé dans un feu plein de flammes il va être brilé dans un feu plein de flammes il dit qu'il sera il sera un feu 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 فقط step أو أمين وفينا نشر كما بالتغلبة إبعون أي مزال الإنترسنة المزال الإنترسنة ليس بما يريدون تحرزون بما الكبير كما تفعل شيئا هذا معنى صلاة لكن ذلك اختلف المفسر يصلى نارا ذات الهب القيامة هذا معروف أن الكفار في الله لو دلاء تولمون يدكور كأبو لهب سيدان جهنم هل فهمتم يا ولكن ذهب بعض المفسرين على أن في هذا دليل على عذاب القبر هل فهمتم هذا دليل على ويسر تنسى يسر تنسى يسر تنسى هنا سيسلا نارا ذات الهب قالوا في القبر وفي الاخرى متفقين أن الكافر هو خالد في جهنم هذا ليس فيه فيه شاكت يسر تنسى يسر تنسى تنسى ميكريان كأبو لهب يسر تنسى للمفسر لدلاء تولمون يدكور كأبو لهب ويسر تنسى للمفير ويسر تنسى جهنم متنا سيسلا هنا الآية فقط كأبو له برسي سيسلا نارا ذات الهب اسكسس في جهنم يوم القيامة الآية تتحدث أم تتحدث عن عذاب ماذا القبر بعض المفسرين العلماء قالوا سيسلا نارا ذات الهب لأنه لم يقل هنا سيدخل فهمتهم هنا جاء بي يسلا نارا ذات الهب البعض قالوا لا يسلا بمعنى يدخل هنا يعني قالوا هو نار جهنم لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وكذا سيجنبها الأطقاء فقالوا هناك لفظ يصلا إذن معناه يدخل النار والبعض قال عذاب القبر كفرعون مثلا قالوا هناك الله سبحانه وتعالى والنار يعرضون عليها ماذا غدوا وعشية ويوم ماذا تقوم الساعة ماذا أدخل آل فرعون أشد يعني الآن فرعون وغيره هم يوردون على النار هل فرعون؟ نعم لذلك يقولون أنه يصلا نارا ذات الهب يعني أنه يصلا بي في صفحة في صفحة يكب لينة فلم قيل يعني ليسا نهو في نار فقط ولكن من يشتعي لعليه يعني أنه يصلا بي ماذا في صفحة بي ماذا فلم فقالوا لما قالوا الجزاء من جنس العمل لانه في الدنيا اشعل النار فتنة في كل مكان. فتنة في النار في كل مكان اشعلها ابو لهب في كل مكان ضد النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي اوقد نار الفتنة في كل مكان. آپ كل مكان. إطلاعون ascetics? عندما أتو PCB صلى الله عليه وسلم كان هناك ومن ريقية كل مكان اشعل هذه الغTAهJP 않고 واذا يتعمن لنا كل مكان. من ما هناك في كل مكانه毎ن atualي كامل كما تتبع الأمريس محمد قالوا واحد وإذا لم ي expectations برفض الرم contacted النار في كل مكان الذي اشعره جد República وعندما لم ينزل لك وهذا يقنح الزائف لا معnahmen Yeah لا تكتب لا تكرر لا تكرر لا تكرر سيسسسس سيكون سيسسس سيكون فقد أنه سيسسس سيكون سيسسس سيسسس سيكون سيسسس سيدي المحامس من الحسن يملك قواني بحيه بحذرهم يتوسعه خلوه كه هل يملك كل مكانه ويسره كيبيره وإله هل أخبره يمكنه وشيسره بريله لقد اخبره وكاذا أنه يفعل في النار وقد اجتوه وقد اجتوه وقد اتتناهر إلى سنة سنة مطبخه تحصى تمسيل القراني وقد امسفه القران وقد اجتتناهر وماذا يفعله؟ لا عليك لا عليك لا يمكننا البعض لا لا يمكننا المزيدة سنونا الحلاء . . . . . . . . كما أضحب الغطة فهل من عمره لأنه في رميي يدعه في الحمي إنه يدعه هناك أهلا يعني أن هناك فتح يدعه لكسي تضعه يدعه يدعه يضبع ملحان الدادة لما انتعام بالمون الطبيب لأسفل ملحان الدادة سيئة على السفل ويحوث في المشاوجين في هذاالك فلت نحن الإمتعان فأنت여ك فسرين، يسمي للمشاوج عندما كانت أبو الله تحريق الناز فيتينا يوجد نفات في فيطنا يوجد نفات في مداني ما هي المنزلني مسابة؟ المنزل نغارب مباشرة في الغل مباشرة في القدر ثم يشأنني فيها ولم نزيل في الغل هذه المنارهة كانت تطائم يعني هذه المرأة كانت هي التي تؤجج نار الفتنة لا تريد الفتنة ان تنتهي زوج يشعل الفتنة وهي تجيب الحطب و تزيدها والنار تشتعل و تجيب ماذا؟ الحطب هل فهمت ميخوز؟ ذلك سوف تدير ماري كوماس و ايه الامين لبوا ذلك العيزاري قال وامراتوه ماذا؟ حمالة الحطب بعض المفسرين قال هذا وعد من الله يوم القيام يقول يوم القيامة أن أبا لهب يدخل في النار و زوجته تجمع الحطب و تشعيل عليها و عليه النار هل فهمت ماذا؟ كما في الدنيا فعلت هذا كما في الدنيا فعلت هذا كما في الدنيا كانت تجيب الى فتنة ماري وفي الدنيا فهمت ماذا؟ في الدنيا فهمت ايضا هذا يعني نقول حمالة الحقب وهو أمو جميل وزوجته وهو أخذ أبي سوفيان بن حرب هل تعرفون أبي سوفيان؟ سيد قريش هو أخذ أبي سوفيان أبي سوفيان و هو من قريش وهذا نقبلتان الكبرية جميله جميله كان هناك كنقرانة بين أبي سوفيان كان هناك منافسة بين قبلتان فهي قريج اللتي هو منها وفيها الأخرى هيا أميّا هذا ما اسمه أبو سوفيان بن حرب حرب donc il y avait les deux donc ce sont les plus grands هيا تنتمي إلى أكبر قبيلة و هيا تنتمي إلى أكبر قبيلة donc les deux chacun appartiennent à une grande famille donc leur union c'était l'union le plus infiliante infiliante de la mienne يعني كنا اشتماع هيا تنتمي إلى قبيلة حرب هذا والد لا مش قبيلة حرب لا والد هرب كنا أبو سوفيان هو سيد قريج le patron de قريج و هو أمونا ياتي أيضا من بني حشي إذن إذا جماعنا لسنين مع بعض لن نمتل دي انسابل إذن إذا جمعنا إذن إذا جمعنا إذن إذا جمعنا إذا جمعنا إذا جمعنا إذا جمعنا اذن يعني س��분 języورية إذن إذا جمعنا إذن إذا جمعنا الإنتقل للجنز من يدا عندما أؤذ där إذا جمعنا إذا ما تقول ت Branch προتس في سيارة أنا لمنع إن سichten تأخ pos كان ese محص اللهم عندما نريد نقول أن شكراً لمدة عادة وليس يسل الدخوة فهنا يقولون هكذا هو 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 ما يحترف الناس هو ما يحترف التلطب وذلك يقولون هكذا الذي يعترفونه نحترف أن wir Юحة ومرتهم وهموا في الحمال هذا يقولون أنه قد أحدث عنين في الشيئ ، هم يعترفونه هم يعترفونه وبدأ في حمالة الحطب هل فهمتم يا أخو؟ في جيدها ماذا؟ الجيد وهو العنق في جيدها الجيد هو ماذا؟ العنق ليكون في جيدها ليكون يقول امروء القيس وجيد كجيد الرئم ليس بفاحش إذا هي ماذا نصده ولا بمعطلي جيد هو ماذا؟ عندما يبدو أنه يبدو يبدو أنه يبدو يبدو أنه يبدو أنه يبدو ويبدو أنه يبدو أنه وقال يا أخواتي قال أنه قال إننا زوجة أبي Lahab كانت حقيقة تحتتب يبدو أنه سيقف وفيها شوك كانت ترميها في الطريق النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يبدو أنه يبدو أنه حقيقة ففيهم ما يقول للحقية فكان لديهم مسر الخبره ولكن هالصبع لها لقد أشكرت بطوك الجبان لقد كفواه نحن مسرن بن 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 وليس مطفش يقعد بفكر يقولوا أنه يوم من الائام كان يضعوا محبلا كان يضعوا قربة وكانت تغيرها وصفتها ويضعوا المحبلا في بعض الناس يقولون أنه يخبرت وخبرت وكانت تبه على المحبلا وهذا يعني كان محبلا يقولون محبلا وهذا يعلمه يجربون المحبلا وهذا ذكره القرطبي في تفسيري نفهم؟ يعني حتى في الدنيا الحبل هو الشنق هذا الحبل نفهم؟ نعم لكن في جديها حبل ماذا؟ وقيل اسكي سيكلير وقيل بأنها كانت تملك قلادة وربما كانت تملك قلية وقلية ، قالت نعم كانت حكري بأنها كانت تملك قلية كثيرًا لذلك كان لديها القلاة عندما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس للتوحيد كان البرفت محمد صلى الله عليه وسلم يدعو الناس للتوحيد ماذا قالت؟ قال أخرجت قلادتها إلى أن لديها كلية وباعتها اللفندي وقالت بثمانها هذه أنفق ثمنها في عداوة محمد أقوم بعدها قضاء هذا الجيمة فأنت سوف تستمر حتى أنها قد تعطي أذر سوف تستمر أنها قد تعطي أقوم بحضوره لذلك كان محمد بالتئولي وأعتقد أنها قد تعطي أخزي يقدم بلد مستقام الزبع المعامل لقد خرقه المستقام، وتمتلعها لتعامل في المتحة مع محمد صلى الله عليه وسلم كلها تعالى سمس انا تعالى محاولة لديك المسرح لك سنعطى لديك المسرح لك لماذا سألتها لك سنقام بلد محاولة سنقام محاولة في جهنم الله سبحانه تعالى سألتها لدينا محبرة هنا بدل القلاد التي تفهمتكم؟ 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 لتفهمتكم؟ تفهمتكم؟ هذا سورة المسا